السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية اطلق الرئيس السابق لأولمبيك مارسيليا باب ديوفا تصريحات نارية ضد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف احمد احمد وتحدث بالخصوص عن علاقته بالمملكة المغربية ولم يتقبل السنغالي قرار الكاف بالسحب تنظيم كأس افريقيا 2019 من الكاميرون والتي يراها قادرة على استضافة الحدث وان تكون جاهزة في الموعد المحدد لانطلاقة البطولة ولم حد يفل ان قرار الكاف اتخذ لصالح المغرب كما قال خلال مروره في برنامج على قلاته كانال بليس ان الرئيس احمد دمية المغربة ثم دافع عن الكاميرون وقال انه بلد عظيم في كرة القدم وتبع السنغالي تصريحاته مشيرا انه لا يتفهم سبب وضع الكاميرون تحت كل هذه الدغوطات منذ اشهر بل واكد ان هذا البلد الكروي يدين بالاعتراف لما قدمه للكرة الافريقية بعدما كان الكل ينتظر ان تنحصر المنافسة على نيل شرف تنظيم كأس افريقيا للامم 2019 بين جنوب افريقيا والمغرب فجأ الاتحاد الكونغولي لكرة القدم الجميع وقام بتقديم ملفه بمقر الاتحاد الافريقي وحسب ما اوردته وسائل اعلام كونغولية فان سلطة البلد قررت الامل بحضوضها والدخول كمنافس لجنوب افريقيا التي قدمت ترشيحها رسميا والمغرب الذي ينتظر ان يعلن عن ذلك الاسبوع المقبل هذا يبقى احتمال حصول الكونغو على تأييد اعضاء الاتحاد الافريقي ضعيفا الا انها من المحتمل ان تنتزع بعض الاصوات التي كانت ستأيد المغرب كان معكم في تقديم هذه الحلقة مصطفى الدزي دمتم في حفظ الله ورعايته الى اللقاء شكرا المتابعين الكرام الى كانت هدئة اول مرة شاهدت الفيديو هدينا المرجو الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك شكرا لكم